إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فحيَّ هلا بهذه الوجوه النَّيِّرَة المُتَوَضِّئَة السَّاجِدَة الرَّاكِعَة حيَّ هلا بمن قصد هذه الأماكن العظيمة للقيام بركنٍ من أركان الدين حيَّ هلا بمن أراد أن يعمل الطاعات ويتقرَّب إلى ربه سبحانه وتعالى ليفوز بجنته ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه أيها الإخوة أيهما الفضلاء أيها النُّبلاء إن فضل الله علينا عظيم وخيره علينا كثير أعظم منه أن هدان الله للإسلام أن هدان الله للإسلام وفضَّلنا على كهيرٍ من خلقه بأن جعلنا من أهل لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على أمته بأن لا يظلوا ولا يفتنوا في دينهم ولا يغلوا في معتقداتهم ولا ينحرفوا عن السنة في يوم عرفة والخلق بين يديه ممن حج معه صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بوصايا عظيمة وفي آخر الوصايا جعل قاعدةً لهذه الأمة فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله من تمسك بكتاب الله على منهاج النبوة فلن يضل بإذن الله من تمسك بالقرآن كما أمر ربه فاستمسك بالذي أوحي إليك وعمل على وفح السنة والتزم ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو في سبيل نجاه ومن الأمور التي حسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع سبلها لا في الاعتقاد ولا في الأعمال ولا في الأقوال ما يتعلق بالغلو والتطرف فرسولنا صلى الله عليه وسلم حاسم كل باب يؤدي إلى الغلو وقطع كل طريق يذهب بالمرء إلى التطرف والغلو أيها الإخوة ليس خاصا بهذه الأمة بل كان في الأمم السابقة وقع فيها الغلو ووقع فيها التطرف وقد نهان الله سبحانه وتعالى أن نسلك سبيلهم فقد نهى الأمم السابقة بقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وحيث أن هذه الأمة كثير منها يتبع سنن من كان قبلهم ومن سنن من كان قبلنا أن غلوا في دينهم فيوجد واقعا وكونا من يغلو من هذه الأمة في دينها وتنحرف عن منهاج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنساء وصحح إسناده عادد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله تعالى أنه قال إياكم والغلو إياكم والغلو تحذير وتنذير وإعذار من رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فالغلو يكون في الاعتقاد ويكون في الأقوال ويكون في الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى عن هذه الأصناف الثلاثة بقوله إياكم والغلو فهي تعم هذه الأجناس الثلاثة ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن نعم سعود رضي الله تعالى عنه من حديث ابن نعم سعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون والمتنطعون أيها الإخوة هم المغالون والمجاوزون والمتعمقون الذين تجاوزوا في اعتقادهم في عملهم في قولهم الحد المشروع فهؤلاء هالكون بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هالكون في قوله هلك المتنطعون وفي صحيح البخاري من حدث بي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لن يشاد الدين أحد إلا غلبه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا فهذا نحي من رسولنا صلى الله عليه وسلم عن المغالات وعن التطرف وعدم التعمق في الأعمال التي يتجاوز بها الحد المشروع فإنه ما غلى أحد في عمل إلا عجز عنه وانقطع لن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأوغلوا فيه برفق سددوا وقاربوا وأبشروا رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق أعظم الخلق عند الله جاها لم يخلق لم يخلق الله سبحانه وتعالى أعظم منه أحب الخلق إلى الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع عظم جاهه عند الله يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا ترفعوني فوق منزلتي ولا تجعلوني كما جعلت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد لله ورسول الله إليكم فلا ترفعوني فوق منزلتي التي لم يجعلها الله لي فهو يحسم باب الغلو حتى في نفسه صلى الله عليه وسلم وفي الإطراء المتجاوز للحد ومع ذلك هو أفضل الخلق لكن إذا تجوز به الحد المشروع كان غلوا ممنوعا حتى في أفضل الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعماله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر قادموا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله فلما أجيبوا وأخبروا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها كأنها ظهرت في أعينهم بأنها قليلة ثم راجعوا على أنفسهم فقالوا ومن من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجل فإني أقوم الليل لا أفتر وقال الآخر أصوم الدهر فلا أفطر وقال الثالث لا أتزوج النساء أبدا ولا أفع اللحم بذغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة هؤلاء الثلاثة حينما قالوا هذا الكلام ماذا يريدون أليسوا يريدون الجنة أليسوا يريدون الدرجات العلى فيها بلى يريدون أعمالا يسابقون فيها الناس فقالوا هذا القول لا أفطر أبدا فيصوم الدهر لا أنام الليل فأقومه كله لا أتزوج النساء انقطاعا للعبادة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أأنتم الذي قلتم كذا وكذا 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 قالوا نعم قال أما أنا فأخشاكم لله وأتقاكم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني حسم لباب الغلو حتى ولو كان المقصد حسنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الغلو إذا وقع فسد المرأة الذي غلى وما وقعت في البدع وما وقع الشرك في هذه الخليقة إلا بسبب الغلو جاء في صحيح البخاري من حديث بن عباس من قول بن عباس رضي الله تعالى عنه أن قوم نوح لما كان فيهم رجال صالحون وهلكوا جاء الشيطاء إلى من بعدهم وقالهم أنصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا لماذا؟ حتى إذا رأوها تقوع العبادة وأولئك الرجال ود وسواع ويغوث ويعق رجال صالحون فلما فعل أولئك الجهلة ووضعوا الأنصاب ونسخ ونسخ العلم ظن الذين بعدهم أنهم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوهم فوقع الشرك في الخليقة بسبب الغلو في الصالحين فالغلو ولذلك كان رسولنا وأعظم وأعظم أسباب الغلو الذي بسببه ينشأ الغلو في دين الله والتطرف هو الجهل أيها الإخوة إذا كان المرء جاهلاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلاً بما كان عليه السلف الصالح جاهلاً بأوامي ربه فإنه يقع في الغلو فمن أسباب الغلو الجهل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تكونن من الجاهلين إياك أن تكون من الجاهلين فتعبد الله على جهاله ولذلك ارتفع قيمة أهل العلم في الناس والعلم لا يرفع برفعه إنما بقبض العلماء فإذا مات العلماء اتخذوا الناس رؤوساً جهالا أظلوا وأظلوا ومن علامات الساعة كثرة الجهل أن يقبض العلم ويكثر الجهل وفي زماننا كثر دعاة الجهالة والضلالة من أصحاب التطرف والغلوم حديفة رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله حديث عظيم فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر قلت قلت وهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها علق بعض أهل العلم كابن حجر وغيره قال وهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم هم الخوارج من أجابهم إلى دعوتهم الغالية المتطرفة قذفوه في النار وجاء في وصفهم أنهم كلاب النار وصحت فيهم عشرة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منهم لأنهم يتلبسون بلباس الدين ويظهرون التدين وهم من أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من شر الخليقة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم عندهم عبادة ومع ذلك يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية فالغلو أيها الإخوة ليس له دين وليس له لون من غلى وتطرف وانحرف انطبق عليه ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يتعلم ولا يكونن من الجاهلين يتعلم ما فيه صيانة عقيدته فلا يكون من الغالين الذين وقعوا في الشركيات والبدع ولا يكونن من الحلين أن ينتخلوا عن العبادات وتسامحوا عن أركان الدين وشابه المشركين بل عليه أن يعلم الحق فيتبعه ويعلم الباطل فيجتنبه بسؤال أهل العلم الثقات إن لم يعرف الحق بنفسه فليسأل أهل العلم وليرجع إليهم كما فعل حذيفة حينما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أيها الإخوة من أسباب الغلو التشديد على النفس وعلى الغير بعض الناس يحمل الناس على مذهبه مع أن المسائل التي يريد أن يحمل الناس عليها محل اجتهاد ومحل نظر ووقع فيها الاختلاف بين علماء الإسلام من قديم الزمان وحديثه فيشدد على الناس ويشدد على نفسه ويلحق العسر والضرر بالمسلمين ويحمل الناس على هذا الضرر وعلى المشقة والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله سبحانه وتعالى يقول هو اجتباكم وما جع عليكم في الدين من حرج ديننا لا حرج فيه ارفع رأسك بدينك أيها المسلم وكن عزيزا بالإسلام فإسلامك وتوحيدك وتوحيدك عظيم من أجله خلقك الله سبحانه وتعالى فلا تكن ذليلا بل كن عزيزا بدينك فخورا بإسلامك وتعلم وتقرب إلى الله حتى تلقى الله وأنت على دين التوحيد على الإسلام يا أيها الذين أمتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واليسر الوارد في الشريعة هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فما جاء بمحمد فهو يسر وما نهانا عنه فهو الحرج فعلينا أن نلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبذلك نفوز برضى الله وبمحبته سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وبالحديث الصحيح كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أسباب الغلو أيها الإخوة سوء الظن بالآخرين فبعض الناس مولع بسوء الظن بالمسلمين يسيء الظن فيهم ويبحث عن ريبهم ويبحث عن ما يفسدهم لا عن ما يصلحهم هذا من الجهل ومن الغلو بل المسلم والناصح والداعي إلى الله يتقرب إلى الله بهداية المسلمين يتقرب إلى الله بإرشاد المسلمين بيغاثة ملهوفهم بأمرهم بالمعروف بنهيهم على المنكر يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى على المنكر بلا منكر فمن صفات المؤمنين أنهم أولياء بعض ما أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر لا أن يسيء الظن بالناس بل يحسن الظن بالمسلمين ويدعو لهم بالهداية فإذا وجد خطأا وجد من ارتكب معصية من ارتكب ذنبا من خالف سنة يرشده ويتمنى له الصلاح ويبحث عن أسباب صلاحه ويرشده إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق فالرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه لما جاءوا اليهود يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم لرسولنا السام عليه يعني يدعون عليه بالموت قالت عائش عليكم السام واللعنة قال مهلا يا عائشة ثم أخبرها بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وأن الله رفيق يحب الرفق فالمسلم يرفق بإخوانه المسلمين يرفق بجاهلهم فيعلمه فيعلم جاهلاهم وينبه غافلاهم ويرشد مخطياهم برفق محرص على أن يهديهم ويبين وجه الخطأ وينصح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما أخذه على أصحابه كفجرين رضي الله عن نصح لكل مسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسوله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهو ينصح ينصح للمسلمين هم يريدون الجنة ويريدون أرغى الله سبحانه وتعالى فاهدهم وأرشدهم برفق وبلطف ورحمة هذا هو الأصل في الداعي إلى الله هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم فالمسلم يسلك هذا الطريق بالرفق بالناس بالعطف عليهم بتوجيههم بالتي أحسن الغلو أيها الإخوة باب من الشر عظيم باب وليجمعه كثير من الناس ووقع في عصرنا أصناف أصناف كثيرة من الغلو فأعظم غلو وأخطر غلو ووقع هو الغلو في القبور والمقابر وأصحابها حتى انحرفت من الطريق الصحيح إلى الطريق الباطل الفاسد فأصل عبادة الأصنام كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى من المغالات في القبور وأصحابها ولذلك تجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حاسم كل باب في باب الغلوف القبور فنهى عن إسراج القبور وعن رفعها وعن تجصيصها وعن إنارتها بالسراج ورحوه وعن الكتابة عليها كل هذا حسماً لباب الغلو في القبور لأن الغلو في القبور سبب لعبادة المقبور وقد ذكر الشوكاني وهو من علماء اليمن رحمه الله تعالى أن الضعيف وإن كان مسلما حينما يدخل فيجد القبة ويجد الأسرجة ويجد الجدران المزخرفة ويجد الستر على هذا القبر يتعلق قلبه بهذا ويضعف ويظن أن هذا القبر بيده شيء وأن صاحب هذا القبر من أولياء الله حتى لو كان من أولياء الله فإنه لا يجوز أن يفعل بقبره شيء من ذلك فضلاً عن دعائه أو سؤاله أو قصده في حاجة من الحوائج فرسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وما أدراك ما يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وسال دمه وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم وقتل من أصحابه عدد كثير وهوزم جيشه لم يستطع لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يدفع الضر عن نفسه قل لا أملك نفسي نفعاً ورا ظراً وهو أفضل الخلق وأعظمهم جاهاً عند الله فكيف بغيره أيها الإخوة فالمغالات والغلو في القبور هذا سبب انحراف كثير من الناس من عبادة الله إلى عبادة غير الله وكذلك من الغلو الغلو في الصالحين هذا الذي جعل قوم نوح لما غلوا في صالحهم أن يعبدونهم من دون الله فلا يغلى في الصالحين يعطون حقهم وقدرهم للمحبة والتوقير والاحترام ولكن ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء من ذلك إنما هي لله وأنت أيها المسلم أنت أيها المسلم لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالم لا شريك له بذلك أمرت وبذلك بُعث إليك محمد صلى الله عليه وسلم أنت ملك لله فلا تصرف شيئاً من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئاً يسيراً حتى لو أشركت مع الله في جزء من العبادة تركك الله وشركك الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك من عامل عملاً أشرك معي غيره تركته وشركه ومن الغلو أيها الإخوة ما يقع في بعض أعمال الهجاج فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رمي جرونة العقبة أمر أحد أصحابه أن يلقط حصن فلقط له حصن مثل الخذف حصن صغير ثم أخذها النبي صرص بيده فقال بمثل هذه ارمو وإياكم والغلو يعني حتى الحصى لا تغلو فيه اتبعوا السنة بالرمي بقدر ما رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا حصاً كبيراً وتظنون أنكم تقربتم إلى الله بهذا الحصى وأنكم أقربوا إلى فعلكم بالصواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله من غلى في هذا فقد أخطأ وظل لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يا أبا عبد الله إمام مالك إمام دامر الهجرة قال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحج من المسجد يعني أريد أن ألبي بالحج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الإمام مالك أحرم من حيث أحرم رسول الله من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة قال إني أريد أن أحرم من المسجد من مسجد رسول الله قال أخشى عليك الفتنة قال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها قال الإمام مالك واسمع إلى ما قال قال وأي فتنة تظن أنك هديت إلى عمل أحسن مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تظن أنك إذا أحرمت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حزت من الفضل والأجر أعظم من الذي يحمي الميقات الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لست مثله ولن تقاربه بل يخشى عليك الفتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لما جاء رجل إلى سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وقال له بل رآه سعيد بن جبير يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين أذن المؤذن لصلاة الفجر فقام يتسنن ركعتين الفجر ثم تسنن ركعتين بعدها فجذبه سعيد بن جبير قال ما تعمل قال إني أتطوع لله أتسنن هذه السنة قال لا تفعل قال أو يعذبني الله على الصلاة أنا قمت أصلي الآن لله أو يعذبني على الصلاة قال لا يعذبك على خلاف السنة يعذبك على خلاف السنة فالمسلم إذا أراد النجاة من الغلو فليلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وليكن على جادة السلف الصالح الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان وإياك أن تغلوا في شيء من العبادات بعض الناس يقع في أنواع من الغلو وهو لا يدري في ظنه يسأل تجد بعض الناس يلبون تلبية جماعية أو يكبرون تكبيرا جماعيا هذا من الغلو لم يأمر به محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم اكتفي بما فعله محمد صلى الله عليه وسلم وبما نقله إليك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا هذه القصة اللطيفة التي رواها الداربي في مقدمة سننه جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فضرب عليه الباب فخرج بن مسعود فقال ما عندك يا أبا عبد الرحمة أو ما عندك يا مخاطب موسى الأشعري قال إن عشت سوف ترى لقد رأيته أمرا ظاهره خير في المسجد يفعله ناس وبعض في المسجد فإن تعش سوف ترى فخرج معه بن مسعود وذهبا إلى المسجد في الكوفة فلما دخل المسجد وإذا هم حلق حلقة وحلقة وحلقة وإلى رجل قائم على الحلقة يقول سبحوا مئة فيسبحون الله مئة كبروا مئة فيكبرون الله مئة وهم يعدون ويأمر حلقة ثلاثة كذلك تعجم المسجد رضي الله تعالى عنه قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ أأنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو افتتحوا باب ضلالة قال الخير أردنا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا إنما نريد الخير بهذا الفعل قال كم من مريد الخير لم يصبه نعم كم من مريد الخير لم يصبه فانتبه يا عبد الله لعباداتك والاعتقادك ولعملك والاجتهادك لتكن كلها على السنة وموافقها على منهاج النبوة وأحذر أن تخالفها بإسم ولا برسم وكن على الجادة وسر ربك سبحانه وتعالى أن يجلبك الغلو في دينه وأن يجلبك انحلال عن دينه كم من الناس فثنوا في دينهم إما غلوا فخرجوا عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما وقعوا في بدعة ولما هو أعظم من البدعة وإما انحرفوا وانحلوا وأفرطوا فالمسلم يسأل ربه الثبات على دين الله لست معصوما إلا أن يعصمك الله ليس بينك وبين الله عهد أن لا تضل كان السلف يخافون أن يختم لهم بسؤل خاتمة روى البيهق في شعب الإيمان عن مجيب بن موسى قال كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة يريد الحج فكان سفيان الثوري بكثير البكى فقال له مجيب بن موسى يا أبا سعيد أو يا أبا عبد الله بكاؤك هذا خوفا من الذنوب تخاف من ذنوبك وتبكي من الذنوب قال فأخذ عودا من المحمل ثم رمى به قال والله لذنوبي أهون علي من هذا العود ولكني أخشى أن أسلب التوحيد فالمسلم يخاف ويرجو ربه أن يميته على التوحيد فهو بين خوف ورجاء ومحبة الله سبحانه وتعالى لا تطمئن إلى نفسك ولا تركا إلى ما عملته من أعمال إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين سر ربك أن يتقبل منك وسر ربك أن يحيك على الإسلام والسنة وأن يميتك على الإسلام والسنة سؤل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الرجل يموت على الإسلام والسنة أمات على خير؟ قال اسكت بل مات على الخير كله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيني وإياكم على الإسلام والسنة وأن يتوفاني وإياكم على الإسلام والسنة وأسألوا سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغالين في دينه ولا المنحلين عن أوامره وأسألوا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عن سيئها وأسألوا سبحانه وتعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين وأن يردوا من ديارهم سالمين غانمين وأسألوا سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يغفر لذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن يوصلنا على القوم الكافرين كما أسألوا سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المبارك وأن يسدد أولاة أمره وأن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطأ وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وأسألوا سبحانه وتعالى بقوته وجبروته أن من أراد بسؤل فتنه وبلاد المسلمين أن يشغله بنفسه وأن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره إنه ولذوك القادر عليه وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا